أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدول اجتماعاً مع رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مورسي لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس نقش الاجتماع أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية كما استعرض دور الوحدات والكينات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة والتي تصل عددها إلى 29 فرعاً وثمانة عشرة لجنة دائمة وثمانين وسبعين جمعية من جمعيات وثمانية وعشرين مكتب شكاوى وسبعين وحدة من وحدات كمراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الانتاجية وسبعة عشرة وحدة من وحدات الشمول المالية كما نقش الاجتماع دور مراكز المجلس القومي للمرأة والبالغ عددها واحداً وعشرين مقاراً بالمحافظات والتخصصات الجديدة التابعة لها وجهود المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار تحديث رؤية مصر 2030